والآن كلمة معالي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ورئيس اللجنة المشتركة المصرية البلاروسية فلتفضل دولة بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد رومان جولفتشينكو رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بلاروسيا معالي السيد الدكتور مصطفى منبولي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية السيدات والسادة الضيوف بداية أود أن أرحب بمعالي السيد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بلاروسيا بالقاهرة كما يسعدني أن أرحب بالسادة الوزراء ورجال الأعمال لجمهورية بلاروسيا وأن أشيد بالمجهودات المبذولة من قبل إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البلاروسي المشترك متمنيا أن يساهم هذا المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية أو الاستثمارية بين البلدين وأن يقوم على خلق شرقات بناءة تعود بالنفع على مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والبلاروسي فإن اجتماعنا اليوم يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة بالسوق المصري والبلاروسي وإيجاد آليات للعمل على استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل والبناء على نقاط القوة والمميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين السيدات والسادة لقد بزلت الحكومة المصرية جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة وتقديم حزم متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التي تركز على بناء وتحسين البنية التحتية للدولة والمساهمة في تنمية الاقتصاد ومن أجل ذلك طرحت الحكومة لعديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشاريع وتشجيع القطاع الخاص وكذلك الاستثمار المحلي والأجنبي ومن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى الاستثمار الذي يرؤسه فخامة الرئيس ويضم في عضواته كافة الوزراء المعنيين حيث يشرف المجلس على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وسياسات المنافسة الدعمة لها لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين وفي ذات الصياق نؤكد على استقرار السياسات النقدية في مصر مما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي علاوة على ذلك جاء تفعيل الرخصة الذهابية المتضمنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات بمثابة علامة بارزة في تحسين مناخ الاستثمار السيدات والسادة إن إمكانات التعاون غير المستغلة بين مصر وبلاروسيا لا تزال كبيرة حيث يوجد لدينا إمكانية لتعزيز هذا التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية كما أؤكد على أن السعي لدفع تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلاروسيا يستند إلى قاعدة راسخة من الشركات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين وهو توجه حميد يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين إن مصر وبلاروسيا لديهم العديد من الفرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري لا سيما في ظل الروابط السياسية القوية وكذا المفاوضات الجارية مع دول الاتحاد الأوراسي والذي يضم بلاروسيا في عضواته بهدف توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد والذي سيمنح إعفاءات جمركية وميزة تنافسية للمنتجات بين البلدين كما أن اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والتي كانت أخرها الدورة السابعة والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة واجتماعات مجموعة العمل البلاروسية المصرية المشتركة للتعاون في مجال الزراعة واجتماعات مجموعة العمل في المجال الصناعي قد عملت على تمهيد الطريق لرجال الأعمال في البلدين لخلق أفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وقد شهدت مجموعة العمل الصناعي الثالثة التي عقدت خلال شهر أغسطس 23 توقيع عدد من البروتوكولات أهمها البروتوكول الذي وقعته الشركة المصرية للتنمية الزراعية إيكارد وشركة بلاروس بليز للتعاون في مجال المعدات الزراعية وإنني أدعو رجال الصناعة والتجارة في البلدين لاغتنام الفرصة التي أتيحت من خلال هذا المنتدى لتشكيل حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مصر وبلاروسيا تهدف إلى تحقيق إنجازات تحقق مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا ودولنا السيدات والسادة أود في الختام أن أؤكد على أن التعاون والعمل المشترك هم السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع شركائنا في بلاروسيا والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأسعادة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية وشكرا لحضراتكم مع تمنياتي لجميع بالتوفيق